موسيقى أهلا بكل المشاهدين تخضع المهن بمختلف أنمعها لمثاق أخلاقيين يلتزم من خلاله الممارس لمهنة ما باحترام عدد من المبادئ والأداب التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار في إطار علاقته بعمله وبزملائه وبالمجتمع فما هي الأخلاقيات التي ينبغي أن ينضبط لها ممارس المهن الفنية وما هي الجهات المسؤولة عن وضع مطاق أخلاقيات الاشتغال في الأعمال الفنية ولماذا هناك غياب لمواطيق في بلدنا تضبط أخلاقيات ممارسة كل نوع من الفنون على حدة وما هي السلوكيات المهيمنة في الوسط الفني الناتجة عن غياب هذه المواطيق وهل من المفروض أن تكون أخلاقيات المهن الفنية هي نفس الأخلاقيات التي يتوافق عليها المجتمع وهل يمكن الحكم على مهنة فنيمة بأنها غير أخلاقية وبأية منهجية يمكن جعل المهن الفنية دعمة للرقي الأخلاقي داخل المجتمع للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى تحضر معنا في بلاتو البرنامج الممثلة المغربية فاطمة بوجو خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومؤطرة في مجال التشخيص ولها مشاركات في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية مرحبا بك معنا سيدتي شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين الذين يتبعوا البرنامج معنا وشكرا أيضا على تلبية الدعوة أنا سعيدة بالتواجد معكم مرحبا ويحضر معنا كالعادة مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري أستاذ الإعلام والتواصل والناقد الفني مرحبا بك معنا أهلا وسهلا خديجة مرحبا طيب إذا نبدأ معك سيدة فاطمة نود في البداية أن نتعرف على طبيعة الأخلاق أو ربما بصغة أخرى ما هي الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحل بها الفنان ويلتزم بها شكرا على هذا السؤال هذا الفنان بصفة عامة أو الممثل أو أنا أرى قبل كل شيء كيخص يكون عنده واحد لوعي معرفي وعي معرفي عميغ اللي كيأهله يكون المنظار اللي كيطلمنه المجتمع على الحياة دياله يكون هو المرآة اللي كتعكز واقع الأخلاق في المجتمع وفي نفس الوقت هذا الممثل هذا كيخص يتحل بالتواضع لأن الأضواء والشهرة كتقدر تخلي الإنسان يتحفظ ذلك المأزاق ديال الغرور يعني أول حاجة كنقول أن الممثل ضروري ومؤكد أنه يكون إنسان متواضع كيعيش حياته العادية خارج الأضواء نعم أمام الكاميرا هو الممثل ولكن وراءها هو الإنسان العادي ثانيا الممثل كيخصوا باش تكون أخلاقوا عالية أولا يخص يكون عندهم فتاح ثقافي ثقافي وطني ودولي على مجموعة ذي الثقافة المحلية أو الغربية أو الآسيوية أو أي كلها لأن الفتاح الثقافي كيوسع الأفاق المعرفية الممثل وكيخليه مثلا أنه يكون أولا من الأحياء اللي مهمة أنه يبغي لكيبغي الرسول كيبغيها للناس هذه أول حاجة ثاني حاجة هي أنه يكون متواضع كما قلنا قبل أن التواضع في مسألة ضرورية ثالث حاجة يكون هو عنده ثقة في نفسه باش يكون مؤهل باش يزرع الثقة في من حوله لأنه كيبغي فقد السئلة يعطيه إذا ما كنت عنده الثقة من كشفتها آخرين لأنه كيبغي بعض الممثلين يعني في ظل جهلهم بأنه مرة عندهم مشكلة للثقة أنه في البروتوف باش يكون كيقدر يكون هو أيضا يزرع بدرة عدم الثقة في من حولها من الممثلين يعني ضروري الإنسان يعني يشتغل على نفسه أنا كنقول الأخلاق فيها الجانب دي الموت العليا والقية مسؤولي كليكن نضرع دائما نظريا ولكن هناك فرق بين ما هو في المستوى يعني على مستوى نظري وفي المستوى العملي والفعلي في المستوى الفعلي كنقول بالأنا الممثل ضروري بالأساس أنه يكون وحد الإنسان صادق مع نفسه لأنه إلا ما كنتش أنت صادق مع نفسك ما يمكنش تكون صادق في الأداء ديالك مع الناس ثانيا يكون حامل هم ديال المشروع حامل هم ديال الرسالة عنده ميصاج بغي يوصله من خلال العمل الفني نعم ثانيا يكون يحب العمل دياله لأن الملاحب هو أنه كان مش يقول هجوم ولكن أنا وكان حاليا انفتاح كثير من الشباب على المجال ديال التمثيل الأسأل أنه عمل سهل أي واحدة ممكن يدخل لها ولكن اللي ما كان عرفوش هو أنه إلى جانب تكوين الأكاديمي إلى جانب التجربة الممثل كيخصو يكون أخلاقه وتكون أخلاق عالية لأنه قدوة لأنه مدى هو دائما أمام الأضواء فهناك العديد من الشباب من الجمهور دياله اللي كيخذوك قدوة وباش تكون قدوة كيخصوك تكون راقي في أفعال ديالك وفي السلوك ديالك نظريا وفعليا يعني أنا الممثل عليه أن يحقق المعادلة الصعبة الانسجام بين ما هو مادي وبين ما هو روحي الانسجام بين الأفكار دياله وبين الواقع دياله صحيح طيب أستاذ دافري أود الآن منكم أن نتبين الفرق ما بين المهنة والحرفة ما هو وجه الفرق ما بين هاتين المفهومين ومتى يمكن أن نقول هذا العمل الفني أنه حرفة نعم فبتأكيد هذا السؤال في غاية الأهمية لأنه في الكثير من الأحيان تطالعنا هاتين الكلمتان حرفة مهنة ونقول هذا عمل احترافي هذا عمل مهني مهني نعم لذلك فالحرفة هي عبارة عن أداء وظيفي نعم مرتبط بقوانين لأداء حرفة تكون قد تكونت فيها أو قمت بإتقانها عبر تجربة وبالممارسة ولا تجمعك بها أي شيء من خلال علاقات في إطار تعامل مع الناس اللهم الجانب المادي بمعنى آخر أن الحرف يتعامل مع حرفته دون أن يشغل باله بما يجب أن يكون هو عليه في تعامله مع الآخرين إذن تلزمه في هذا الإطار مجموعة من الآداب والسلوكيات التي يجب أن ينضبط لها وهي غير منصوص عليها في هذه الحرفة مثلا فعندما يطلب من ممثل أن يقوم بأداء عمله مثلا فهو يقوم بتوقيع عقد وداخل هذا العقد هناك مجموعة من العناصر القانونية التي يجب أن ينضبط لها لكي ينتج هذا المنتوج إذن الفن على هذا الأساس أستاذ دافري الفن حرفة أم مهنة؟ الفن أولا حرفة ولكن عندما نرقبه إلى مستوى المهنة بمعنى أن المهني للفن أو الممتهن ممتهن بالفرنسية كينا ماتيي وكينا بروفيسيون نعم يعني كينا حرفة وكينا مهنة نقول مهنة مهني شخص مهني بمعنى أنه أولا محترف ولكن بالإضافة لهذه الحرفة اللي هو كي أديها باش تكون هي الدخل لأساس دياله من أجل تأمين قوته اليومي كينا هناك أخلاقيات تربطه بمعنى باش احتل المشاهدين يفهموا أن المهني يكون ربما زيد واحد الرتبة الحرافي بضبطه لمجموعة من القوانين كنوية هذه الرتبة هي تلك الأخلاقيات التي ينضبط لها حتى يجعل من هذه الحرفة ليست مجرد عمل آلي وظيفي في إتقان من أجل أن مثلا يؤمن قوته يومه لا كيصبح هذه الحرفة اللي كتوصل لمستوى المهنة والكي مرسها بوحد النوع المهنية كتتولقا بلا أنها تتطور وتخلق علاقات مع المحيط مع الدات ومع نفسها ومع المجتمع وبالتالي مجموعة دي القيام اللي هي كترقا بعناصر الخير كتب الورف المهنة عدم الكاذب انضبط للمواعد والأوقات تمام مثلا عدم الوثاء بالواعد عدم السماح لهذه الحرفة بأن توظف لما فيه شر اللي غيرتخلق المجتمع كيمكنش يواحد يكون مثلا يقدر يجي وطلب منه يأدي واحد الدور هو حريفي يأدي واحد الدور فيه إيساءة لوحد المجتمع مبيتة للوطن الحريفي غير يقول لك أنها حرافي ما هو نعمل غادي نأدي هذه المهنة بإتقان ونأدي هذه الشخصية حيث أنها حرافي ولكن المهنية المرتبطة بالأخلاقيات كالطلب من هذا الممثل أنه يحترس لأن هذه الحرفة سترقى إلى مستوى الأخلاقيات ما غير يمكنش نوظف الحرفة ذيالي لما يمكن أن يثيئة للناس ويخلقوا حتى التوتر داخل المجتمع هذا غير غير يضم من فائد نعم وسنتي هذه النقطة لأنها مهمة جدا أستدفري سنحاول تفصيل فيها لأنه نريد أن نعرف طبيعة هذه الإنتاجات أو هذه السلوكيات التي تمارس داخل المجتمع من خلال الفن والتي تسئل الوطن أو تسئل المجتمع طيب سيدة فاطمة الأخلاق ما المقصود بالأخلاق وإذا ربطناها بالمهن الفنية نعم مني كنقول الأخلاق يعني كنقول لأن الأخلاق ماشي هي مبادئ قانونية ممكن نلقاها في كتاب ونحفظوها ونطبقوها الأخلاق هي مرتبة بالتربية التربية المباشرة التي تكون من خلال الطفل والأسرة التربية الغير المباشرة التي تكتسبها الطفل أو الشاب من المحيطين دياله والتربية المرتبة في تجربة الإنسان هذو كل هم تلات العناصر كيشكلونا كيشكلونا واحد تجربة اللي كيستخلص منها الطفل اللي كيقول شاب كيستخلص منها واحد مجموعة ديالقيم والموتول اللي كيقول هذي هي اللي غادي نمشي عليها في حياتي والهدف منها هو أنني نكون في خدمة نفسي وخدمة من حولي يعني يكون عنده الوعي بالصالح العام قبل ما يكون عنده الوعي بالصالح دياله يعني شخصيا وفي نفس الوقت كنقوله بللي أن الأخلاق هي وسيلة لنشر المحبة لنشر لغة الحب لغة السلام وفي نفس الوقت هي وسيلة التآخي التآلف بين الناس وفي نفس الوقت كنقوله أنا الممثل هو ملزم مش غير باش يكون يعني كأجير يعني أنا كنجيل بلاتو قاندير واحد خدمه وقانتخلص عليها لا بحكم الوعي دياله بحكم يعني المبادئ اللي كيآمن بها كيخصو يكون عنده الوعي بلأنه دائما خصو يختار نشط اللي غيشتغل عليها هذه النصر هذه كنت تخدم وفق المبادئ اللي هو كيعيش عليها في حياته أنا كنقول هذا ناظريا ماشي واقعيا نعم نعم واقعيا بعد المرة كيدخل ترفض الخبز في المجال صحيح يحكم فيه كتر ما في اختيارات المبادئ ديالك في نفس الوقت كيكون عنده يخصو يكون عنده يكون عنده يكون عنده الحق في اختيار يعني لرأيه في الفريق وفي نفس الوقت ما يخصو يكون تعالي ديال أنا أعرف ومن حولي لا يعرف بالعكثر أنه داخل البلاتو بكل ما كان العمل جماعي كل ما كانت الأذن صاغية كل فريق كل ما كانت الأذن صاغية في نفس الوقت عود للمجتمع النبض دياله ما يقع في الشارع لأن الممثيل ليس هو الإنسان اللي يعيش في البرج دياله الممثيل هو اللي يعيش في الحياة العادية داخل نسيج المجتمعي واللي يحاول من هذه الحياة العادية يستخلص مجموعة ديال الموتل ومجموعة ديال القيم أورد فعله أيضا على مجموعة الأشياء ما كتعجبه في المجتمع يعني هناك يولي الممثيل هو حافز للتغيير لتغيير بعض المرجعيات أو بعض العقليات أو بعض الأفكار اللي كنشوف أنها ماشي بالصالح ديالنا ولا تواكب ربما الفترة اللي كنعيش فيها أهم الحاجة اللي يخصون عن الممثيل هي حب الوطن أنا كنقول بالنمثيل مدام هو قوض والناس الجميع وكنعرفوا بلأنه البلد ديالك لما بغيتيش رمك يعطيكش والممثيل هذي من أرقى القيم اللي كانت مننا أنا الممثيل ربما من أخي انتماء أي يوصلها لأنه مغربنا جميل بلادنا جميلة أنا اللي يخطني نعطيها ماشي يخص يعطيني هذي من أهم القيم صحي اللي يخصي يوصل الممثيل للناس اللي يديرين به بلأننا كنا كنا نضروع البلد المغرب كنا نقوله اللي يخص يعطيني يخص يديرلي المغرب ريها غير فضاء يجمعنا جميعا باختلاف اللهاجات ديالنا باختلاف الجهات ديالنا اللي مهم كَنو غانا أعطيه حنا لهذه المغرب هذا كنو غانا أعطيه حنا لهذه الساكنة ديالنا هذا لأن الممثيل ماش غير ممثيل أمام الكاميرا الممثيل أيضا ممكن يساهم في تنبيه البشرية ممكن يساهم في التكوين في خلق تربية فنية أيضا ولو غير المحيط دياله بشي بدره حتى يكون موظف مؤسسة تعليمية ولكن أستاذ دفري هذا كلام جميل جدا وانتي ما أحب الوطن يعني ما كيش أروع من هذا الإحساس ولكن أنا ترى أنه ربما على أرض الواقع ما نلاحظه ما نراه يعني ما كيتعارش مع هذا الكلام الجميل هو كل حرفة لها مهنيها الذين يحاولون أن يطوروها نعم وهناك بعض المشتغلين فيها الذين يسيئون إليها نعم إذن ما كانت بصدد قوله الأستاذ فاطمة ربما فهو يدخل في إطار عموميات أخلاقيات المهنة التي تتقاطع مع العديد من المهن حب الوطن الغير على العمال التعامل بصدق مع المواضع التي تشتغل إليها ولكن كذلك لها هاجس أساس هو أنها كانت تتحدث عن أخلاقية مهنة الممثل الذي في المغرب مع الأسف ما زلنا لم نستوعب بعد معنا أخلاقيات مهنة التمثيل أو التشخيص عندنا في المغرب أخلاقيات مهنة طب أخلاقيات مهنة المحمد أخلاقيات مهنة التعليم وكذلك حتى في الغرب كنصيبوا بأن كل مهنة على حيضة عند أخلاقية عند ميطاق حتى التصوير الفوتوغرافي التي يمكننا أن نعتبرها مثلا تصوير تتابع غير الصحفة وما عندهم تصوير الصحفي المرتبط بتصوير الحيوانات حتى ينبغي تصوير الحيوانات هذا الفن دي التصوير عنده ميتاق عنده ضوابط قانونية ما من لحظة تصوير الحيوان إذا كان الحيوان نائم ما خصكش تصوره نعم كأنه خصك تأخذ عنده واحد ترخيص وتتعاطف معه ما من المسافة اللي خصك تخليه بينه بينه إذا كان مثلا في واحد الحالة لأنه كيرعى الأطفال دياله بشمال طريقة يعني مني كان نقول الأطفال نعم صهار صهار المهم إذن فبنسبة لي نحن ما زال ما استوعبنا لحد الآن باش نكونوا صراحة لأن هذا برنامج ديال صراحة ما زال عندنا مجموعة ديال المهن الفنية ما مستوعباش لحد الآن بأنه الآن لأوان باش يتخلقوا واحد مجموعة المواتيق ديال أخلاقية المهنة مهنة مثلا المهن الموسيقية ودية الغناء مهنة الفن تشكيلي نعم مهن مثلا التمثيل وتشخيص مهن الإخراج السينمائي يعني مهن الإنتاج طيب لماذا يعني هي الحاجة ملحة وهناك ضرورة لغرس مثل هذه الأخلاقيات أخلاقيات المهن في هذه الظروف الحالية السبب في ذلك هو أنه يجب تصل كين حالات ربما هي تستدعي الوقوف عندها بطبيعة الحال لأنه إذا أردنا أن نتحدث مثلا عن مهنة تصوير مادم كنا نتحدث عن تصوير تصوير السينمائي والإخراج السينمائي نعم في كثير من الأحيان حدثت بعض المشاكل بين بعض المنتجين والمخرجين وبين بعض الأشخاص في إطار علاقات التي كانت تقوم أساسا ليس على عقود مكتوبة وإنما على أخلاقيات مجموعة متوفقات أخلاقية بحيث أنه مثلا كان يطلب من الممثل أو الممثل بأنه سوف يقوم بتصويره في لقطة معينة وفي قازاوية معينة وفي واحد لقطة معينة من بعد الممثل يمكن أن يقدر يشوف نفسه في الصورة بأنه كان بغي يشوف عليه راسه وهو يقوله بأنني لا أنا في القانون تعقد معك على أساس أنك تمثل هذا الدور ولكن لم تعقد على أساس واحد مجموعة تفاصيل دقيقة لكي تدخل في إطار أخلاقيات دي المهنة كي كله سنصورك وإنما تدخل الدوش سنصورك غير في هذه اللقطة من بعد شي وضع شي وضع اللي ربما ميكوش مخل تفقى معك هذا مستوى آخر ومستوى آخر من الرقي في الأخلاق وفي التعامل مع الفن والفنانين ولكن نحن في التجربة الفنية دينا في المغرب ما زال موصنوش نضره على هذا الجانب هذا نحن باقي نضره على مبادئ الأخلاق نضره على تعامل الفنانين بينهم يحس الفنان فعلاقته بالفنان واشحنا عندنا وحدة كتجمع الفنانين وكل فنان فينا يحس بأنه ما يضرني راي يضر أخر نعم في غالب الأحيان كتلقاها في عدد قليل من الممثلين ولكن في الغالب العظم ما كتلقاهاش كتلقاه ممثل كيقدر يعرضوا عليه دور ويعرف أن هذا الدور تعرض على ممثل آخر ويرفض وينزل هو تامان وينزل يسأل النقابي مؤخرا يعني النقابة المحترفة من الفنون الدرامية حصلت على الموافقات برلمان بالإجماع القانون كيشمل الفنانين اللي غيخول كل الفنانين يستغلوا يعني في مجال صحي أو في جو صحي ولكن خرجت أصوات من الفنانين نفسهم اللي كيضربوا كل المجهودات لدرد النقابة على أساس أنهم هما ما كانوش ما كانوش بالعكس أنا كنقول من الأخلاق الأولية في المجال الفني هو أن أنا واحد المجموعة من الناس اجتمعوا كنقابة وخلقوا واحد البيضرة واحد المجموعة ذي القوانين وقدروا واحد المجهود من جهة المسؤولة؟ ليس منشجعها حتى لك كان عندي أنا اختلاف معها كانت رقبة بالنقابة وكان قولهم أنا عندي اقتراحات حب ذا لو كانت هذه وهذه هذه ما تخدم الصالحية يعني هذا هو الأخلاق في المهنة ما هي الأخلاق في المهنة هي أنا واحد الحاجة كنتخدم المصالحي أنا الشخصية أنا معها ما كنتخدم مصالحتي الشخصية وكنتخدم الأخر أنا رجل نعم إذن برأيك من هي الجهات المسؤولة عن وضع هذا الميطاق؟ وش مقاربة تشاركية؟ وش يعني في المهنة المهنة أولا نعم 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 هذا مشروع كان حلب ومن كانت منه يكون وحاليا يعني نظن في الأوساط اللي نحن فيها نظن كأن النقابة هي الصوت اللي يجمع تقريبا الغالبية دي الفنانين كمشوعة دي الأنواع دي الفنون هو الوحيد اللي عنده هذه القدرة وصلت باشي باشي خلق ميتاق أخلاقي للفن والفنانين وفي نفس الوقت كان نقول خستكون عودتاني إرادة الفنانين نفسهم باشي طبقوا هات الأهلاق كان نظر الأخلاق ماشي شي حاجة اللي كي ما قلت في البداية ماشي شي حاجة اللي ممكن تفرضها على الناس راه كي يخص كل واحد كيتتجل هذا المجال هي أخلاق نسبية يكون عنده وعي يعني بأهمية العمل الفني اللي يقدم به خصوة يعرف بل أنه ورا ما شي هو أجير كي يخص يدير واحد العمل ويتخلص عليه لا أنت هنا باش تساهم في تدور هذا المجتمع هذا أنت هنا باش تساهم في واحد تغيير إيجابي لكل الشباب والأطفال اللي كي ينحض إحنا هنا كممثلين ماشي باش نكرسوا ما هو كائن ماشي باش نكرسوا هذه الصورة النمطية على المغرب وعلى المغربة ماشي باش ندوسوا هذا المساج ديال البؤس والتشاء ومليأس بالعكس حنا كممثل كي يخص تكون عندك تكون تشفو الصورة تعمل على صحيح بعض الاختلالات بعض الأعطاء ما فشلت التربية الأسرية أو المدرأة التالية أو المجتمعية يكون الفن من خلالها يعني كحول تمنى نعم سدفر عندك إضافة نعم إضافة هو أنه دبع حاليا الآن في الظروف اللي كان مر منها أن الفنان المغربي صبح كيتوفر على واحد القانون قانون ديال الفنان فقط كين نقص واحد مجموعة ديال النصوص تنظيمية اللي غادي تكون وغايمكن تزيد أنها تقنن العلاقة ديال الفنان مع المؤسسات المشغلة مع كذلك حتى النقابة في حداتها حتى العامل اللي كي يجي من خارج أرض الوطن وبغاية يشتغل شنو هي الشروط وشنو هي الواجبات والحقوق دياله إلا غير ذلك لكن هاد النقابة في الحقيقة هي اللي مؤهلة أنها توضع ميطاق ديال الأخلاقيات ولكن هناك هنا وحد المشكل لأنه وراه يقدر وحد الفنان اللي يكون كاينتامل إذا النقابة اللي وحدها يعني مخول لها وضع هذا الميطاق ما كيش جهة أخرى هي نديروا نديروا القياس نقصوا على مثلا على مهنة الصحافة مهنة مهيكلة إلا كانت مهنة ديال الفنان مهنة مهيكلة وضعوا بيط اللي يدخل شي حاجة كي أدي يعني الواجبات والضرائب وكل شي واضحه بالشفافية فهنا كيمكن يكون إما واحد الميطاق اللي صادر عن النقابة أو عن إلا كانت نقابات متعددة كيمكن يكون واحد النوع من التوحيد في الرؤى على ميطاق أخلاقي مشارك ولكن كي تبقى دائما كي تطرح واحد المشكل لأن الانتماء النقابة مشي شرط أساسي باش أنه للفنان يعني يقدر يقول لك أنا هذا الميطاق الأخلاقي اللي بغيت تفرض علي أنا مغان نضابط له وما بقاش مغان نبقاش من تامين كي قاعد النقابة مكيش شي حاجة قانونية اللي كتفرض علي هنا 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 واحد الإشكال غادي غاي يقول لك أنا هاد الأخلاقي يسمي أنا خسني نستعد الفرصة ديلي لك كان شيف النان مرضاش بواحد الأجر اللي هو أقل من الحد الأدنى دي الأجر أنا بغي نخدم وغادي يمشي نخدم وكنظن بحل هاد الأمور ركت وقع الفنانة ومعارش إنها ربما تكون وقعت لك وقعت لي أنا بطريقة غير مباشرة أنا كنت وقفت على التبتير بواحد المدة ورجعت طارد علي إشهار فرحانة يلا رجعت وندير إشهار في تلفازة وقعتني واحد ثمان سويلت قلت معقول فرحانة به دست واحد المدة تتعرض دست تلفازة لقيت واحد ممت لصديقة دي قلت لي بخبارك هذك إشهار سوبر سنتي رعي طولي أنا وطلبت واحد ثمان وأنا قلت للا وجيت إنتي وقلتي إيه عفتي أنا تصدمت لأنه لأنه هنا لأن الخب أنا لم أكن لدي معلومة هذه وحدها وحسيت بأنني أنا يكون سبب يعني وحسيت بغا تتعلم من القيمة للعمل الفني وأنا بطريقة غير مباشرة أو غير مقصودة نزلتي من إذن هنا أعترف هذا اعترف برنامج بصراحة لا لا صح وعود من الأشياء غير الأخلاقية أنا عندي هذه صراحة هذه مثلا أعود ثاني أنا من رجعة للتمثيل قلت أنا كان عشق تمثيل كان حماق عليه غبرت واحد المدة أنا لا يهمني التعويض المالي كيف ما كان القدر دياله سبغي هذه قاناة عادة قدر أنك تحقق مهنية على ميتاق أخلاقي أنا بهذا القرار هذا كان آذي ممثلين آخرين تخلقوا دفوة تكون كتأذي وعند نزلت بقصدية أم ربما كما قلت غير خاناة ذاتية أنا في إطار المصالحة مع دات ديالي قلت أنا ما يردين ما عندي مهم مهم لعب دور كبير ولا صغير وعند مهم الأجر يكون علي ولي ما شي آري أنا لقيت مع راسي لأن أنا لم يهمني في دوروا في أنا كيف هي مهم ولكن في نفس الوقت كان نقول فاطيما هذا القرار هذا رفيه إساءة لهذك الناس تضري بطريقة أخرى زملاء ديالك وهذا هو على شقنا والحمد الله أعطيت نموذج واضح نموذج حي هذا شهادة باش نفهمو بأن المسألة وضع واحد الميت أخلاق يتنمي فيه مدى استعداد ديال هذا الفنان أنه ينضابط لهذا القانون في الدواخل دياله من خلال تربيته من خلال العمق تفكير في نفس الوقت ما أره أنا خيرا في واحد القرار رأه واحد أخر يقدر يشوف أنه شررا هذا في نفس القرار غير أنا كنشوف رؤية والآخر كنشوف رؤية اللي كنشوف عليه في مجال الأخلاقي هو ما يكونش الآذاء عن قصد يعني أن المول الفنان يجب أن يكون مترفه على الإساءة الآخر بطريقة مقصودة يجب أن يكون مترفه يعني أنه دائما كان يقول مثلا أنا ممثل وأنت ممثل يعني أنت شفتني في عمل وأنا شفتك في عمل ممكن انتقضوا بعضياتنا للإصلاح لتصحح ولكن ما يمكنش تعليل صوتك أو في هذا هذا غير صالح للآذاء هذا الأداء كان سيء ولكن غير هذا والدافع مشيحة الجودة الدافع هو غير الغيرة ما يقع في رمضان مثلا ما يقع في رمضان فرمضان تعودنا أنه كل ما جاء لسيتكم في رمضان كل ما جاء سيسي للرمضان كنت سمعه دائما من واحد الأصوات كتقول تفاهال فاسد ولكن ما كان رعي بل أنه رهب داخل هذك كين دروف هذا الخطاب هذا الخطاب القاصي اللي كان دروته وعندوني قصد يعني غيرتها على الدراما رحنا كان قادي واحد مجموعة من الزملاء اللي كيشتغلوا في هذه الأعمال وعندهم ظروفهم الخاصة لا مشي عندهم ظروف خاصة أعطوا فيها كتر من جهدهم اللي كانوا ولكن كين أسمح لي أسمح لي سيدة فاطمة ربما هنا إحنا سبقنا نقشنا هذا الموضوع ديال أن بعض الوجوه كالظهر فقط غير في رمضان يعني في هذه الأعمال الرمضانية نعم نعم يعني لماذا سنعيب على هذا الشخص في هذه الخيطة بهذا أنا ممثل وحارب ممثلا يشتغل وأنا حتى أنا ما كانشتغلش أنا كان نقول هذا السبب الممثل نحارب الإنتاج خسنين طالب باش عدد الإنتاج يرتفع يوعدنا أعمال كثيرة اللي ستقدر تحتوي على الممثل اللي كان ينفل في الساعة ولكن باش نقول أنا ممثل كان نتاقد علاج فلان كي يخدم وأنا ما كان نخدمش أنا ضد هذه الفكرة أنا كأعتبرها هذه مشي من أخلاق المهنة نوقف يعني في طرب الخوز ولا في الرزق دي الواحد العمل آخر وفي نفس الوقت نقول هذا العمل رسي حيث أنا ما كنش فيه حيث أنا ما أشتغلش فراما طيب إذا سنتوقف اللحظة مشاهدين فاصل إعلاني بعد ذلك سنعود لكم لنستكمل الحوار دائما في برنامج بصراحة على قناة ميدي أن تيفي خليكم معنا إذن نرحب بكم من جديد مشاهدين ونرحب بكل من ضم لنا لهذا النقاش في برنامج بصراحة مع الترحاب بضيوفنا هنا بالبلاتو بك تحديدا سيدة فاطمة طيب برأيك يعني ما نلاحظه في هذه الفترة مؤخرا بعض الخرجات بعض اللقاءات الإعلامية بعض التصريحات لبعض الفنانين يعني كيف تقرأينها وبماذا هو مطالب الفنان أثناء يعني هذه الخرجات الإعلامية تحديدا أول حاجة هو احترام الآخر تقدير مجهودات الآخر احترام الاختلاف في الرأي نحن جوج ممتلين نقدرون اختلفوا في الاختيارات نقدرون اختلفوا أيضا في الأضواء وقدر لم يكن حقيقة واحدة هناك حقائق متعددة باختيارة الأشخاص وأن كل واحد فينا لا يوجد الحق ينتقد الآخر يقدر يكون انتقاد من أجل التصحيح وكني يكون بيناتنا نحن كممتلين ولكن إعلاميا كنظن أنه دائما يكون تخوف يعني أنا كنتسميها عدم اتقاب النفس أنا منك لا يوجد اتقاب نفسي منك تكون أنا فرصي في العمل قليلة كنستغل هذا الخوف في الجانب السلبي وكنولي كنهاجم به الآخرين يعني بحالة كنحملهم مسؤولية عدم الاشتغال أو البطالة أنا كنقول كل الممتل عنده مبادئ عنده مواقف يحتار ما يحتار من نفسه أبدا ما يمكنش تكون عنده خارجة إعلامية فيها كلام كي يسيء الزميل في المهنة لأنه تتعدد الأفكار كتتعدد الآراء والتجاهات ولكن دائما الاحترام لأنه نحن نقولها الممتل يخصي يكون قدوة للآخرين وباش نكون قدوة للآخرين من أول أشيء هو الاحترام احترام الآخر كيف ما اختلف عني نعم يعني عطفا على ما تفضلت به سيدة فاطمة أستدفري يعني ما يقال أيضا يعني انطلاقا من هذه الخرجات ومن هذه التصريحات الإعلامية لبعض الفناني سواء كان في الغناء أو التمثيل يقال ان الفن قد أخذ ربما مصارا ماشي هو اللي مرسوم له وماشي اللي هو يعني أريد له يعني هذه الخرجات هذه المصار اللي كيمشي في حد نجراف وحد نحراف يعني ربما هذه الخرجات الإعلامية هي اللي أدت به لهذا النزيح فإذا زاغى عن هذه الطريق التي تؤدي إلى الإبداع والجمالية وجاذبية الجمهور نحو الرقي ونحو ما فيه الخير للنفس للذات للجماعة للأفراد للمجتمع نعم ما يبقاش اسمه فن لأنه سوف يؤدي إلى التشردم إلى التشتت إلى الصراعات فأي مجال اللي كتكون فيه صراعات لأسباب إما عندها علاقة بالمال أو عندها علاقة بالنجومية بالإيجو ما هو الإيجو يعني بالأنا تدخم بالأنا تدخم بالأنا طبيعيا أن أي شخص كيفما كان هذه الطبيعة فينا أنه عنده عواطف وأحاسيس ومشاعر ولكن عنده عقل فالفنان أحيانا كيكون محتاج لذلك المشاعر والوجدان دياله يكون قوي ولذلك ففين غير يمكن يكون قوي قوي في التعامل مع المادة الفنية ولكن في التعامل مع المحيط مع الناس يكون هناك واحد يعني المقادير تكون مختارة بعناية بش يمكن يكون هناك حضور ديال العقل نعطيه غير مثال أنه حتى تعامل الممثل ماشي غير مع الزملاء دياله حتى مثلا مع صورته خارج يعني مؤسسة ديال الشغل راه عنده مسؤولية مسؤولية إلى جميع المستوية تنخصوش يظهر بوحد الصورة غير لائقة مثلا يعني أين تتمثل ربما هذا الوضع الاعتباري دياله هذا اللي فهمت منك يحفظ على الوضع الاعتباري دياله نفسه أولا والجمهور والمجتمع يعني أين يتمثل بسي اختار المهنية ويكون عنده أخلاق ما يخصوش أولا يدخل في مناوشات وشجارات مع الزملاء دياله مع الجمهور مع الأشخاص العاديين نعم لأنه لا يعقل أنه اللقعوا بأنه دعوة مرفوعة في المحكمة ما بين ثنان وما بين مثلا واحد من الجيران نعم حصلت حصلت هذه عدة مرات رحتف دول أخرى عربية نعم نعم في بعض الحالات كالقاو الممتل خاطئ وكين في حالات أخرى كالقاو بعض المواطنين اللي كيكون عنده واحد شوحنة ديالغضاء بكيشوف رأسه هو ما دير ولو واحد أخر غير بالتمثيل دير لباز وكي يقول لي كيستغل هذه القاضية وكيكون هو لي أكثر هجوما من الفنان مش مشكل يعني هناك يقول لي هنا يرى غير لا هنا في نكيب واستغل الفنان بواحد موقع نتكلم معك مثلا على التمثيل مدام أننا معناه السداء في النناو ومؤطرة وعندها واحد المجموعات ديالدروس اللي هي كتعطي الممتلين اللي هما صعيدين طيوم دروس دروس في كيفية تتحكم في الدات في الضبط ديالنفس في قضية ديال استرخاء التركيز ومجموعة هم حاجة اللي يؤثر بك الآخر اللي يؤثر بك الموحيد يعني على أساس أنه كيفاش من تكون تمالك تمسكه بتنبيه بواحد الشخصية ومخصص شهرب منك كنتك تأديه باش ما تضيعش المنتج في واحد الوقت كتير وبقى يعود معه نعم أيضا وراكك هذاك شي خصو يوضفه مع المجتمع لأنه هذي الفنان هو كيكون أولا ولكن ما كنلاحظه هو اللي كيحصل العكس أستاذ داخلي ربما تتفق معي أنا مزاجي مني غنكون أنا مزاجي كيحصل العكس يعني ربما يكون ملتازم داخل الوسط المهاني ولكن مع الناس ما كيلتازمش ربما هنا ربما ذيك الأيغو ذيك الأنا وتضخم الأنا كتتتظهر يعني خارج الوسط المهاني ربما كيف ما كان الأمر في علاقتنا مع المواطنين نعم لنفترض أنه أنت كنت غادي في الشريع وشي واحد لح عليك كلمة وسبك نعم وش غادي تقول لأنا بحالي بحال الناس غن تتطر وغن تخل رد فعل يقدر يكون عندي رد فعل طبيعي في الجمهور المغربي أنه جمهور يعني تبارك الله اللي كيحتفي بالممثلين كيكبر بيهم فيما كعنس في الشارع أنا إنسان عابي هذا اللي خصوبي كيكبر الحمد لله عن هذا النوع الحمد لله المواطن المغربي كيتلاقك كيتلاقك أنا بعد القلب المجروح كيتلاقك الجمهور كيبوسك كيسل الملك يفرحيك تابيبي عمراش بنا منه شي حاجة خايبة هديجوش ولكن كين واحد الحالة الأخرى هي كين مؤخرا كين واحد ظاهرة ديال البوز كين واحد مجموعة ديالجرائد الإلكترونية ما شي كلهم اللي كتستغل كتستغل حالة نفيلات ديال الانفعال أو الرغضل عن الممتيل تتخلق منه وكتخلق منه حادات باش تقدر تحصل على أكبر عادات من إذن هنا شك نقول الأمر مرتبط بالدكاء ديالي فنان وبالقدرة دياله على التحكم في الخطاب دياله وفي الأوضاع اللي كيعيشها في واحد الحالات معينة لأن كل كريمة كتكون حسوبة عليها أو كل سلوك يحسب له نعم فلذلك كنقول لك أشيء آخر لنتصور أنه هناك صراعات ربما قد يعاني منها فنان في إطار علاقته الشخصية الفرضية الحميمية واللي نتصور أنه هاد الأمور كاملة اللي كانت هي حميمية وفرضية خرجت بره ممكن ممكن الإنسان وإنسان عندهوا لحظات الضعف دياله و لحظات القوة دياله و لحظات يعني ربما كانت مثالة يعني تصادف يعني مشحنة صادف لحظة الضعف أنا كنقول بأن مسؤولية ديال فنان باعتباره واحد شخصية عمومية كتزاد ومني نتكلم على أخلاقية ديال المهنة وما كتبقى تفكر أنت غير فرصك كتفكر حتى في المهنة ديالك مخصكش تسيئليها لأن هاد المهنة كتولي هي مرتبطة بصورتك بنتا وش يمكننا نتكلم على فن في غياب فنان إذن ولكن ما تنساش عوتاني ما تنساش عوتاني أحيانا الأخبار كتتوصلين إحنا بطريقة مشوهة ممكن يكون هذا موضوع أخر نعم ولكن هنا ربما هذا اللي نقشنا الآن هاد نقطة هذي بدات وش كتحصل هاد السلوكيات كي حصلوا في غياب ميطاق أخلاقيات المهنة سيد دافري هو أصلا كما كنا نقشو غياب أخلاقيات المهنة واش عندنا ميطاق أخلاقيات المهنة احنا ما عندناش ميطاق أخلاقيات المهنة اي مهنة كيف ما بغت تكون إذن هاد الغياب الميطاق ربما هو اللي يفرز لنا هاد السلوكيات ولو كان ولو كان الميطاق نكتوب وموضوع كما قلت في البداية الأخلاق راه يتونمى الأخلاق تكتسب بلدي موكر برسوع لها لا يوجد شيء ممكن تجيب الفرض أو بالقوة نعم قبل ما ندره على الأخلاق يجب أن يكون عندنا وعي يكون عندنا ثقافة إذا لم يتمكن انفتاح على مستوى الوعي الثقافي والمعرفي رغم ما يمكن يكون عندك أخلاق وكان في الكروب بعقلنا وإذا كانت الممارسة الفنية مرتبطة عندك بطرف الخبز رغم ما يمكن يكون فيها الأخلاق في هذا المستوى هذا الممارسة الفنية وفي كل مينة ربما إذا كتقول الأستاذة كتقول مرتبطة بطرف دي الخبز يعني بعامل حيوي طبيعي غريزي الغريزة بطرف عشان قرب حالة دي الممثلين يعني بحكم أنه كي يوصل لواحد هذا الحالة ما يقدرش يخلص الكرا ولا المصروف ولا هذا كي يقدر يتخلى على المجموعة ولكن هذا ربما كتسريع لكل مهان ولكن هذا الضعف في الشخصية هذا أنا كان نقول الحياة وختيار لماذا أنا أختاره أحد الحرفة اللي ما تقدرش تعطيني تضمن لي وسائل العيش الدياري الكريم هذا اللي كان نقول أنا أنا إلا أختاري أحد الحرفة أخذني تحمل مسؤولتي فيها ولكن هذا ربما كما قلت يعني كتسريع هذا الأمر هذا كيسريع لكل مهان إذا ما كانش إذا رتبط العمل غيب فقط كما أشرتي بالطرف الخبز يعني ما غدي تكونش هناك هناك يعني احترام لهذه الضوابط تماما هناك هنا واحد المشكل هو أنه مني كنت أكلم على أخلاقيات دي المهنة كتكونش مقتربة بشكل كتير من ما هو مادي كتكون الأخلاقيات مرتبطة بما هو روحي كتكون مرتبطة بما هو فكري بما نحلم أن نكون عليها وهنا السهم نضروع لمستوى آخر دي لأنه هنا الممثيل يعني كتركيبة نفسية اللي هي واضحة مع نفسها الممثيل اشتغل على نفسه قبل أن يشتغل لا على أدواره هذه اللي مجال ما عندنا نجحنا يعني إحنا ممثيل يقدر يكون عنده تكوين أكاديمي يعني مهم علاقة على المستويات ثقافيا لغويا المستوى احتى على المستوى ولكن ما عندوش يعني تكوين ولا تركيم نفسي يعني اللي منسجم مع ذاته في مجال التمثيل هناك بعض التجارب ذي الممثيلين الذين يصلون إلى المستوى ذي القهر الدات باش يمكن يؤدي واحد شخصية باش يمكن يؤدي بمعنى أنا أعطيك مثال شخصية غاندي معروفة في الفيلم أنه غاندي عنده واحد مواصفة معينة ممثيل قريب منه ولكن خصو يعيش واحد الحالة في حياته باش يهيئ نفسه باش يمثل عدد الجهيزية شوف باش يصبح في نفس الوزن دي الغاندي وخصو يقرر صوف هذا محمود هذا الفعل محمود هذا قصوة في التعامل مع الذات هاد القصوة في التعامل مع الذات لا سمح لي تفقش معه لا ممكن سمح لي سمح لي قريتي سطانيسلافسكي قريتي مايرخولد تجارب تجاه قريتي مصرح الفقير دي الغورتوسكي هادو مختبرات عن تكوين الممثيل هادو نماذج شو انتي ما متفقش معهم لا مناهج هادو هادو مختبرات لتكوين الممثيل تجارب عاشو هادوك الناس هادوك الناس نتشنوا تكوينتي لش من المنهج هادو مناهج مناهج كيلي كيكوين لك بانك خصك انت تصل لواحد مستوى في التمثيل بحيث انه هادوك الدات ديالك تعرف بانها عندك شي حاجة اقوى مما هو مادة فيها هادوك المراتب يعني ربما هادوك يش بني مش بيالفكر التراتبية دي الصوفيين يعني كيش تغلوا يعني 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 يشتغلوا تفقين من موريد من موريد الى حيث مني قلت الوزن يعني بالنسبة لهذا بين الشخصية من الخارج تكويل خارجي على مستوى الشكل والجذب انا كنقول لغا نلعب شخصيات غندي يجب نقلب على الروح ديالغاندي يعني يعيش الاحساس ديالغاندي يستغل على داته انا لوصلت الان الفيلوزوفي غندي للروح ديالغاندي من الداخل انا قدر نوصل لك الوزن ولكن غا نجيب غندي اللي هو وجهه قريب منه فيه 120 كيلو ورخصني ما غيمكنش يؤدي لي الدور ديالغاندي نقولون بني الديور ونضير الطموبيلات هذا ما فيش ابداع ما غاديكوش في ابداع ما غاديكوش في ابداع احتيار شخصي ايضا لا يحترم طبعا الفن كيني الفنانين في التاريخ صنعوا التاريخ وما كانوش كي امنوا بهذا الشي ديالما هو مادي طيب نشوفوا رؤية فلسفة يعني مساج خطاب رغبة في التغيير رغبة يعني في القيام بشيء من أجل الآخر يعني من خلال فرجة فنية ممتعة طيب متى يمكن أن نحكم على عمل على من تجمى أنه حكم ربما غير أخلاقي نعم متى يمكن أن نقول هذا الحكم أنا قلتها قبل نعود نكرر هذا بأنك نقول احترام الاختلاف في الرؤية لأنه حتى في المجال الفني على مستوى المخرجين على مستوى اختيارات النصوص على حتى على مستوى اختيارات الرؤى إذا كيبقى ربما يبقى حكم يسمي مش مطلق مرتبطة مرتبطة بالشخص في اللحظة يختيارو له واحد العمل أنا كنقول أنا لكت كنت تفرش واحد العمل وما أجبني حاليا تفرش لدينا قناوات كثيرة ممكن نغير القناة يعني ماشي مشكل لأنه كين واحد مجموعة وخير اللي غير يعجب بهذاك العمل يعني أنا كنت سأل دائما شكون أنا باش نحكم على ذاك العمل ونقول له مناسب الناس اللي غير يشهون لغير مناسب اشكل أنا باش نقول هذاك العمل ذاقيمة يعني إضافية من مخول له من مخول له سيد داخلي هو مسألة الأضواق بعد مرات تختلف ولكن كين وحد حد أدنى ما غير يمكنش تقوله بأنه لا تختلف وغادي مقاو نعمل أشياء نخليه الباب مفتوح على مصرعين ومتالي لا لا أي عمل كين وحد مجموعة الأفخار اللي كتدخل في جانب المعتقدات كين حدود كيف واصلتها من حل آخر ولكن طريقة سمحي لي أنا مثلا في مجال التمثيل هاي يعقل أنه مثلا نقول بأنه كين أدواق كين واحد الممثلة كتأدي الدور بواحد طريقة غير مقبولة غير مستساغة لأنها لا تتماشى مع المكونات ديال ديك سميته وغادي نجيبوا واحد الممثلة مثلا فرنسية ما كتنطقش مزيان معيشة برا وغدا نعطيوها الدور بأنها عاشت وتربات ونشأت وترعرعت في بيئة شعبية أو بادية أو نعم نعم هذو أشياء كين حد أدنى ما غير ممكن كش كل الله ولا بدوق هاد شي را كين لي عجباته إذا كين ضوابط بطبيعة الحال كين ضوابط لأنكين ضوابط في كل شي وش رصام الفنان تشكيلي أي حاجة جاول وإلى غادي وكامل الفنانين تشكيلي أنا أعطيني إبداع لا أسمح لي الإبداع لا يقيد الإبداع هو مجال لنفتاح لأنه فينا هو لحظات للروح تنساجم مع الجاسد وكتخلق لك واحد العمل فني ما يمكن إبداع غا تقول وقف ستوف رجل دواء نحترم القادية بالعكس هذا يكون فيك مرحلة المتلقي هو اللي يستخدم الإبداع وكي يكون رأيه وكي تكون مبدع وش كي أي واحد مبدع أو تاني لا الإبداع مش لكل شي لا ما عامل كم الأسف لا والمبدع كيف كان الملكة كان الموهبة كان التكوين والتربية والتدريب وعلى كان المعالج والإنتاج رهيالي قلناها في البداية رميكش أجل نعم إبداع اختيار ما يكونش رهيالي بتربط الخبز يعني يعني ما هي المقاربة التي تمكننا من جعل هذه المهن دعام للارتقاء بسلوكيات الفرض وسلوكيات المجتمع سيدة فاطر أنا ملاحظاتي كنقول كنا عندنا بزاف الجهل وبزاف الجهل وبزاف الجهل أنا كنقول أهم حاجة هي القراءة هي البحث هي الطلاع هي المعرفة هي المعرفة المعرفة الذاتية للشخص وعاد نقول المعرفة في المجال الفني في المجال التقافي في المجال الاجتماعي الاقتصادي يعني الفنان أو المبدع لا مكتش عنده خلفية مرجعية ثقافية مهمة وراءه رغم ما يمكن شي يبدع لأنه باش تكون تصوت النبض للمجتمع أو للساكنة دي البلاد اللي انت فيها ضروري ما تكون انت إنسان اللي عنده ثقافة واسعة أجنبية أو غربية رغم نستفيده من كل الثقافة لأنه كله هو غناء للثقافة وفي نفس الوقت هو الصدق هو الأمانة مع النفس أنا مني كنختار واحد المجال كي يخصين غير ديزة لما يمكن تبقى حضرة في أذهان المتفرج لماذا؟ لأنه إذن ماذا ارتباط أخلاقيات هذه المهن الفنية بأخلاقية المجتمع أنا كنقول دائما ما كنش فرق بين المواطن وبين الفنان وبين سياسي لأننا كنقول كلاهما مرآته للآخر إذا شفتي المجال الفني متضاور أعرف راح تال مواطن راح غادي في نفس المستوى والسياسي كذلك لأنه الفنان هو إنسان من هذا الشعب يعني مستوى المعرفي كان عالي أو لا كان قليل كان مبدع أو غير مبدع كان هو كيستمع نبات شاء راح هو مواطن نرى ما كنش الاختلاف راح معا غير واحد كيكون عنده الدكاء ولا كيكون عنده ذاك الإلهام باش يقدر يعطيه ويعبر ويختار مجال التعبير الفني ويعطي فيه المبادئ اللي كل يأمن بها وبالتالي في المجتمع لا يمكن أن تقول أنه كامل عنده نفس الرؤية المفهوم الأخلاقيات التعامل مع الفن لماذا نعطيك مثال بسيط هو أنه يستطيع يكون فنان شكيلي ينتمي إلى الاتجاه الذي هو مؤمن به ويريد يعبر من خلال أشكال المجموعة الأجساد مثلا عارية هنا هنا نقطة الحرية التعبير هنا يقول لك هو حر الفن لدي حرية الإبداع حرية التعبير نعبرك ما ولكن هو نيته ليس أنه يصدم لا يوجد قصدية هنا يصدم المجتمع وإنما يبحث في الأشكال يبحث في الألوان يبحث في التعابير يبحث في الأجساد التي هي كائنات موجودة معنا ويريد يكتشف أسرار لها يمكن المجتمع أخلاقياته بعض الناس غير مستعد لتقابل هذا النوع الإبداع مع درشات جاهزية إذن نقول لك لا والأخلاق ستكون أخلاق كيف هذه الصورة ما دير لش ندخلها نف أنا كنقول حر مبدع في كل الأشكال إبداع بشكل الذي يرضيه ومعامل تلقي تبقى هنا بكل شخص بكل الغرض لأساسي لا تكون هناك نية سيئة إنما تذهب افتجاه الخير أنني بحل الطباب طباب أني يكون يآمن فقط بما هو مادي نعم ما غير يبقاش عنده المهنة الإخلاقيات دي المهنة إذن ما تقترح كمينهجية كآلية كمينهجية لإرتقاء بهذه الأخلاق دي المهنة الفنية تحديدا وأنا يمكن مع أستاذ فاطمة تتفقان يعني في نفس الطرح غير يمكن أن نقرب وجهة نظر في هذه الأيطار دي الأليات دي الأخلاقيات دي المهنة هي أن باش يكون الفنان مهاني خصو يكون في واحد المجتمع اللي متوفر فيه الشروط باش نتجو أخلاق جديدة لأنها صراحة راه ما خصناش نتبجحو نقوله بأن المجتمع دينا محصنة وبأنها راه عندها وحد الأخلاقيات اللي هي في الموجة المجتمع المجتمع يمكن يكون فيه النفاق الكاذب يقوله ما لا يفعل يحكم هذا هو حال يعني هذه مسألة طبيعية يعني خطان الصر الخير الصدق الكاذب يعني انتهازية كينا الرغبة في تدمير الآخر كينا الحسد كينا مجموعة ديال حاجات اللي في الموجة جامع أصلا فهما يمكن يتأثر بهم أي شخص مش غير الفنان أنا كنقول بأن خاص الموجة جامع كامل نشتغل عليه إليش تغلنا على الموجة جامع كامل في جميع القطاعات وفي جميع المؤسسات فهذا الفنان وليده بيأتي يعني هو من تامين المجتمع بالتأكيد يعكس سلوكية سلوكية لأن التغيير لا يأتي من الجماعة تغيير من الفرد لا يأتي من الفرد لا يأتي من الفرد اعتبرسوا أنه مسؤول على ما يقع فيما حوله وأمن بأن التغيير يبدأ منه أولا أكيد سيكون المجال الفني أكثر رقيا مما هو عليه الآن ولكن إذا كان فكرة غير مقصود ولكن هو غضب على الدت كنقول أن أغلبين مننا يعيش عدم تقاب النفس يحس برسه أنه غير مفيد أنه منجح في حياته وأنه محق هذا يكون داخله واحد الغضب وهذا الغضب هو الذي نشوفه دائما نحن مترجم كعنف غير مقصود لأنه أحيانيا ينفع الفنان أو المواطن وفي داخل غير منفع وأنه إنسان عادي باصير ولكن مقبول ولكن كينا أدوات وآليات ديل التعبير عن هذا الأمر بطريقة في أخرى أنا عندي غير ملاحظة أنا عندي غير ملاحظة أنا بغيت غير من خلال هذا هذا الآباء ينتبه في واحد الحاجة بل إحنا نرى كان نربيه أولادنا سيفغل إحنا الجيل كان نعطيه أولادنا اللي ما أعطونا إحنا والدينا كان نفره الأكل الملابس اللغة مدرسة خاصة ولكن نرى في خضم هذا شي كله كان نربيه ولدنا على الغضب وعلى العنف لأنه أنا مني كان نعطيه وقتي كله لكي يكون مزيان باخير وهذا رأي نرشع للضرعيين وغاضب وهذا وما كان نعطيه جرعة حنان اللي هي اللي ممكن هذي يتعطيه ثقة في نفسه وتغيره وتخليه يكبر ويتغير ويكون إنسان ومواطن صالح وكياطي راحنا كان نكون جيل غاضب بطريقة غير مباشرة وكان نسألوا لماذا شبابنا غاضب لماذا شبابنا متمرد لماذا لما راح كل شي جاي من داخل الأسرة لا نرقوش القول المسؤولية على المؤسسة المؤسسة التعليمية هي باش تتعلموا يقرأوا ويكتب وتوجهوا باش تفاتحوا ولكن العنف راح ناخده من داخل البيت ماشي من خارج البيت أستاذ دافري باختصار شنو المأمول من هذا الميطاق دي الأخلاقي باختصار جاعة المأمول هو أن هذا الميطاق يتم تفكير فيه في كل مهنة على حضاء لأنك عديد من مهنة الفنون باش يمكن هذا النقاش يزيد يتطور وفيما بعد تصبح مهنة الفنون بعد ما تهيكل وعندها قانون الآن تقدر على أنها تفعل داخل المجتمع وتساهم في البناء دي الشخصية دي المواطن وكذلك ترفع من مستوى تنمية المستدامة في البلد شكرا جزيلا لك الفنانة السيدة فاطمة بوجون وارتيني حقيقة في بلاتو بصراحة شكرا على قبول الدعوة شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الدفري على كل هذه الإضاءات وعلى كل هذه الأفكار النيرة شكرا جزيلا إذن بهذا مشاهدنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بصراحة شكرا على طيب المتابعة نلتقي بكامل المحب غدا في نفس الموعد بصراحة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة